صباح الخير يا ثاني كيف حالكم اليوم؟ اليوم يا ماما بننحل الأسئلة التراكمية بصفحة 37 من الكتاب الملون من تاريخ 9-11-2020 السؤال الأول بحكيلي اكتب عدد الواحدات وعدد العشرات وعدد المئات في الفراغ هذا اللي كنا نخفي بالدرس الأول والثاني من بداية الوحدة يا ثاني خلينا نبلش بالعدد رقم واحد عندي 400 هلا احنا متعودين بالطريقة التحليلية نحط هون 400 40 وهون مثلا بنحط احنا 4 هلا هون زي ما احنا حكينا بالوحدة الأولى يا ثاني الواحدات اللي هي عدد المربعات الصغيرة عدد المربعات الصغيرة مثلا ما يكون انا حاط لي زي هيك المئات الكبيرة بيكون مجزأة لأجزاء صح وهون كمان وحدة بتكون معاها فبالتالي هون هذور بحكي مثلا عنهم انا 200 مئتان اللي هم كم واحدات يوجد فيها كم واحدات عشرات طبعا نحن نعرف ان منزلها فقط 0 1 20 30 40 ومئات فقط بناخذ رقم الاولاني اللي هو 4 400 او 2 مئتان 200 يعني عندي هون 400 كم بدي احط لها بالواحدات 400 بالعشرات تصبح 40 كم عشرة يوجد فيها بالمئات 4 400 يوجد عندي اثنين 700 700 بالواحدات كاملة الواحدات المجموعة الشكل كامل هو 700 بالعشرات اي اعمدة هي 70 بالمئات 700 300 300 بالواحدات المجموعة الكامل 300 300 واحدة عشرات 30 مئات كم مئة كم قطعة ثلاثة مئتان زي ما شرحنا قبل شوي هون مئتان واحدات مئتان مئتان واحدة بينما العشرات اللي هي الاعمدة 20 والمئات هي قطعتان اثنان بحكي لي السؤال الثاني اكتب كل عدد بالارقام او بالكلمات حسب في اشي كاتب لي اياهو بالارقام انا بدي اكتبه بالكلمات في اشي هو كاتبه بالكلمات انا بدي اكتب بالارقام اول واحدة 600 706 706 احنا نعرف انه الصفر بالنصف مش هون حتى اقرأه 60 706 تكتب 706 هو كاتب لي 513 نقسمها لقسمين 513 كاملة مع بعض 513 6 387 387 لحالها اذا 387 492 492 اكتبها 496 اكتب كل عدد بالصورة التحليلية احنا نعرف ان الصورة التحليلية الاحد تبقى كما هي العشرات منزيد لها بس صفر واحد لانها خانة العشرات وهي بتتكون من عددين والمئات اللي هي من ثلاث خانات ومنزيد لها صفرين عشرات صفر واحد والمئات صفرين والاحد تبقى كما هي هاي دايما بالصورة من التحليلية اخذناها يا ثاني عندي رقم 9 604 الاربعة احد تبقى كما هي الصفر ما قاله قيمة يعني لو حطيت صفرين وثلاثة اربع ما قالهاش قيمة الستة مئات تصبح ستمائة خمسمائة وواحد وثلاثون واحد احد يبقى كما هو ثلاث عشرات تصبح ثلاثون خمسمائة تصبح خمسمائة نيجي هون مئة وسبعة وثمانون مئة وسبعة وثمانون سبعة احد تبقى كما هي ثمانية من ضفلها صفر واحد لانها عشرات تصبح ثمانون والمئات هي واحد تصبح مئة سبعمائة وسبعة وسبعون سبعة احد سبعون عشرات ضفنالها صفر واحد سبعمائة مئات ضفنا لها سفران ننتقل للسؤال رقم 13 في الحديقة مئتاني وواحد وخمسون زهرة اكتب عدد الأزهار بالصورة التحليلية أنا حطيت لك العدد كامل مئتاني وواحد وخمسون بدي يا زي هذا السؤال بالصورة التحليلية بدي أحط واحد أحد تبقى كما هي واحد أحد خمسة عشرات تصبح خمسون بدلها سفر واحد مئات خانة المئات نزلها صفرين تصبح مئتان هاد بالنسبة يا ماما للأسئلة التراكمية اللي بصفحها 37 متمنى أن نرحلها على الكتاب